أدلة الطريق العلماء ربنا اللي قال كده فاسألوا أهل الذكر إذا كنتم لا تعلموا أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر وفسروها بالعلماء ولذلك كل فرقة ضالة أول ما تضرب تضرب في العلماء وتاني ما تضرب تضرب في المصادر فيقدم السنة على القرآن أو يختزل السنة في الصحيح والسلف كلهم أخذوا الصحيح وأخذوا الضعيف ويسوي بين الضعيف والموضوع مصيبة كبرى فالإمام الأردبيلي الشافعي ألفت ثلاث مجلدات أسماها المعيار فيما استدل به الأئمة السلف الصالح من الحديث الضعيف في الفقه فطلعوا ألف وخمسمائة حديث ولذلك ده اللي بينكر هذا يريد أن يهدم الدين يريد أن يأتينا بدين ليس موروثاً مش هو ده الدين بتاع أبائنا وأبائنا بتاع النبي مش هو ده ده دين جديد فهم جديد كده الوحده وحده كده هو ولذلك نروا ما جمع أنا معايا سند مسلسل بالشافعية إلى الإمام الشافعي وفيه واحد معاه سند مسلسل بالمالكية إلى الإمام المالك مالك وفيه واحد معاه سند مسلسل بالحنفية وفيه واحد مسلسل بالمحدثين وفيه واحد وهكذا عنده كوش سند مسلسل بالمتشددين الله طب زيبا زيبا عنده كوش سند يكون خالياً من الأشعرية سند واحد بس عنده كل سند يكون خالي من السادة الصوفية أنا عايز سند واحد بس طب يبقى ده دين مبتدع ده يبقى ده كلام مبتدع بقى أين الأسانيد؟ ما الأسانيد هي بتاعة الأمة التي حفظة قال فانظروا ممن تأخذون دينكم فإن هذا الإسناد دين دلوقتي أنا احترق أنا متعجب كيف هذا؟ فين السند المسلسل بالمتشددين؟ أين هو؟ فين السند المسلسل بالمجسمة؟ فين السند الذي يخلو عن الأشعارية أو عن الصوفية في الأمة كلها؟ فين هو السند ده؟ يبقى احنا بقى جايبين جيبين دين بره بقى الأسانيد دي كلها